لا تهنأ عين الارهاب لطالما ان في العراق درعا حسينا يقوده شجعان الميادين انجاز بطولي يدك اوكر الخلايا النائمة انتصار جديد تحققه استخبارات العراق وامنه باعلان المديرية العمل الاستخبارات والامن الانقضاد على معاقل الارهاب في كاركوك مطيحة بمجموعة كانت تزود الارهابيين بتحركات القوات الامنية الجهود الامنية الباسلة ليست بالجديد على مسامح العراقيين والعالم بل هي سلسلة انجازات وفق خطة استخبارية دقيقة تمكنت مفارس مديرية استخبارات وامن كاركوك من رصد ومتابعة تحركات لعناصر ارهابية خطيرة في المحافظة اربعة عناصر ارهابية قيادية قطعت بها الاستخبارات الطريق على براثن التخريب من ان يتنفس في ارض كاركوك سيما خطورة العصابة التي كانت تقدم معلومات عن تحرك القوات الامنية في جبال مخمور ونقلهم المواد الغذائية الى عصابات في قاطع دجلة صفحة جديدة اذا يسجل بها العراق مستمرا في مسيرة الضرب بيد من حديد لتجارة الجريمة وصانعية الفوضى والارهاب برسالة مفادها ان يكون العراق وشعبه باتمئنان تبثه القوات الامنية ليل نهار رسالة تنطق بها اجهزة الاستخبارات والامن بانه لا وجود للارهاب في العراق معاهدين الله ان يكونوا لكل من يحاول بث الخراب بالمرصاد على الدوام